يشهد مخيم حسن شام للنازحين شرق الموصل أكثر من ثلاثين حالة ولادة شهريا دون أن يلقى الأطفال المولودون حديثا أي تارعاية من المنظمات الإنسانية الأمر الذي أثار قلق ذويهم ودعاهم لمناشدة المسؤولين لمد يد العون لهم بشير حسن وتفاصيل لم تمنع هذه الخيام أهالي الموصل النازحين في مخيمات حسن شام من مواصلة الإنجاب بالرغم من الظروف الحالكة التي يمرون بها محمد لم يتخطى عمره العام الواحد ولم يجد أبواه غير هذا الصندوق مهدا له لا ينام ولا يهدأ إلا بمرجحته يمينا وشمالا أخينا نزالنا من حياة التنك والحمد لله كانت ظروف صعبة علينا وعلى أطفالنا وهذا الطفل جاء بظروف حد كثير ما شاني من الموجود جاء عمره عشتين ونحن طبعنا مخيم هنا هذا يريد له جسم وعنده نقص عمره أربعة شهر وتقريبا أنه عشرين يومي راعت على المسواق هنا قاتل نطيني صندوق فارغ حقا ترشي صندوقات التماك شرانه عالية شغل به طلعت تعرف أفتر بالمخيمة أدرب عنه شوين ضيع وقت تنضع وضعش تخلق بالنهان جيت لقاتل نفسي هاي ومره ومرتين وقع يعني والله حيون الأطفال الشاحبات تلتمس ما يدور حولها من ظروف وتتربص ما ستحمله قادم الأيام لذا يعيشون على إيقاع الحزن المستمر لم يجد ذويهم شيئا من حطام الدنيا يطعمون بها فلذات أكبادهم والله حليب حاليا قليل ورحت راجعت هنا على الجماعة على مدر حليب مالها قالوا ماكو قالوا يوزعون حليب ورحت قالوا ماكو فأستعين بعض مرات انطيها لبان خفيف خفف الهيئة وانطيها مع الحليب يجب المستشعى المستشعى الواحة هذا الولادة بالمخيم نعم استقبل رعاية صحية جيدة مركز الواحة الصحي في داخل المخيم وبحسب إحصائيات رسمية أن عدد الولادات شهريا يتجاوز الثلاثين حالة ولادة في حين لم تسجل أي حالة وفاة في صفوف الأطفال والأمهات حصريا احنا يعني ولادات عدنا ثلاثين تقريبا بالشهر حصريا يعني الحوامل لولاداتهم طبيعية أما بالنسبة للحوامل اللي تحتاج إحالات وما عندنا أمكانيات أنه هنا نقدمها نحيلها الأربيل ارتفاع معدلات الولادة شهريا ليتطلب تدخلا عاجلا من قبل الجهات المعنية بتوفير رعاية صحية لهم أطفال ولدوا في هذا المخيم فأصبحوا جزءا منه تأرجحهم الدنيا من يدري قد يطول بقاهم هنا وقد تكتب لهم عودة إلى مناطقهم المستعادة من مخيم حسن شام بشير الحسن قناة الفلوجة ترجمة نانسي قنقر